طيب نروح النادي الزمالك ومصدر داخل النادي الزمالك أكد لرقم عشرة أن البرتغالي جسد فالدو فريرة استقر على استبعاد زكريا الوردي من تشكيل الزمالك في الفترة القادمة ومنح عمر السيسي فرصته الكاملة في الفترة القادمة خاصة بعد المستوى المتراجع لزهر في الوردي في المباريات الأخيرة مش بس مباراة الأهلي وأيضا مقبل مباراة الأهلي بمناسبة زكريا الوردي أنا مش مع الناس اللي رايحة قوي أنه زكريا الوردي ده صفقة فشلة بس أنا مع الناس اللي تقول أنه زكريا الوردي لسه ما قدمش الأمارات لسه ما قدمش أنه هو لعب عظيم أو لعب جيد أو صفقة ناجحة النادي الزمالك بس لعب صغير في السن لعب ما بلعبش في الظروف المثالية اللي في ظهره غايب اللي هو الوينش قدامه بيبقى في لغبطة في التشكيل وطرق اللعب اللي بيعملها في ريرة فممكن اللغبطة والحاجات اللي بيعملها في ريرة في الفترة الأخيرة دي في التشكيل وفي الطريقة تأثر على لعب أو تأثر على لعبين آخرين الفرقة تستقر الفرقة تبقى ماشية بشكل منظم زي السنة اللي فاتت ساعتها نبدأ نقيم لعب لعب عشان كده أنا مش مستعجل على تقييم زكريا الوردي زي ما أنا مش مستعجل بالمناسبة على تقييم برونو سافيو لعب النادي الآلي اللي أنا شايفه مدي بوادر جيدة جدا بس برضو مش قدر أقول إنه هو صفقة ناجحة بس مدي بوادر أمارات برضو إنه هو لعب جيد ترجمة نانسي قنقر